مقالي ومقاله احذروا السمه في العسل ويا حلو بانت لبتك شوف سيد زباقين ناس كتير كنا تصورناهم نسيوا التارجت اللي كانوا بيعملوه من 6-7 سنين من 8 سنين وعندما احتضنت وسائل الاعلام في النادي الاهلي هذه المجموعة المناهضة للنادي الاهلي المناهضة طبعا وكنا نحذر قيادات الاهلي منها وكان بيتقال لنا يعني هو الاهلوية عملونا ايه وبعدين بمجرد انتهاء مشوارهم مع الاهلي بانتهاء اللي كان محتضنهم حصل نوع من الكموني النسبي ولكن اه طبعا لان هم اليوم توقيت حيشتغلوا فيه الاسبوع ده ابتدى الاسبوع ده اه انا طبعا هو كله ابتدى طبعا ضغطة عن النادي الاهلي في حاجات كتير بس في احد البرامج اللي انت عارف كويس او مين بيمولها وقلت لك تابع كده اللي بتقال حتى انت اخترت العنوان ده لان احضروا يا جماهير النادي الاهلي الفطرة الجاية لما يتقال لك يا استاذ ابراهيم هو فلان الفلاني هيترشع في اتخابات النادي الاهلي فيتقال لك لا بعدين اه بس هو الحد الوقت ما خدش هو رأيه النهائي يعني مستنى ايه تعثر كرة القدم لا ده ما يعرفش الجامعية العمومية اللي بيقولوا اذا الكلام فاكرها شوطة فاكرها فاكر ان مصير الاهلي مرتبط بضربة جزاء او كرة في العرضة او صفارة حاكم لان التقييم هو تقييم ناضج من جمعية ناضجة وجمهور ناضج هو النادي الاهلي بيجمعوا ايه غير الثقة المتبادلة واني الناس ما بتديش دماغل حد تاني هما بيشوفوا اللي بيحصل على الارض الواقع ايه فبس هي ابتدت بدر شوية وبإذن الله ربنا خلاها في الظنوب طيب الاهلي كمجلس ادارة اعتقدوا الجمهور قبل الاعضاء لمسين ما يحدث وشايفين حجم ما يجري على الارض بتسارع وانا في تقديري مجلس الادارة ساعت لما تقدم للجمعية العمومية تقدم لها بعريضة من المهام اللي اخذ على عاتقه ضرورة تنفيذها زي برنامج بالضبط برنامج انتخابي متكامل حمل حتى اسم عائلة الاهلي وكان الهدف منه عايزين نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة عشر عشرين في كل هذه الاتجاهات وناس كتير قالت ان دي خطوة غير مسبوقة وانه كلام انتخابات دي وعود انتخابية وانه كل الناس بتقول لكنه الحقيقة لما الناس تتابع وطيرة العمل وحجم ما تم تحقيقه بالفعل في كل مقرات النادي وبشأن الفرق الرياضية وبشأن فريق الاهلي وبشأن بطولات النادي وبشأن ما ينتظره الاهلي من مهام احنا النهاردة بنتكلم على ازاي نقدر ندي الفارق مع ريال مدريد في الاكثر تتويذة على مستوى العالم ازاي نطمح ان احنا ناخد لقب باذن الله تعالى بكرة علشان يبقى فيه تلات اربع القب فاصلة عن ريال مدريد ما فيش تلات اربع ده انت لو خدته انت واحد وعشرين وهو اربعة وعشرين اه تحاول تستعيد اللقب اللي الكابتن حسن حمدي ومجلس ادارته سلموا النادي وقتها وهو الاول عالميا في الاكثر تتويجا وقتها كان بتسعتاشر لقب المجالس بتسلم بعضيها والاجيال بتتواصل وتتوالى لكن زي ما بقول لكم في هذا التوئيد تبصوا تلاقوا بقى فيه ترتبات كتير لارتكاف فولات اعلامية وهي مش فولات ضد الخطيب كلعب كورة لأ ضد الاهل نفسه لانه زي ما المهندس عادلي اشار دلوقتي ما يطلع في نفس التوئيد واحد يقول لك الخطيب اسطورة ده اسطورة ورقية كده محدش يقدر يقول على نجم كبير وعلى حجم نجم كبير جدا يعني اسمع كلام الكابتن حسن شحاته واسمع كلام كل المحترمين عن الكابتن محمود الخطيبة تعرف القيمة عشان تعرف تعبر عشان نعرف ننزل الناس ما نزلهم الحقيقية ونحافظ على نجمنا وقيامنا وعلى رمزنا الكبار الكلام يتقال بمنتال استهانة فيجي الرد من نجم اسطوري كبير بحجم الكابتن طرق دياب طرق دياب للي ما شفوهوش يعني في الكرة العربية والتونسية حاجة ما شاء الله يعني واحد من اهم ان ما كانش اهم يعني لما بتقول محمود الخطيب في مصر بتقول رابح مجر في الجزائر بتقول على طول طرق دياب في تونس فيطلع كابتن طرق دياب بكل هدوء والتعبيرات حتى المنمقة بتاعته والمنضبطة يتحدث عن رؤيته مش لمحمود الخطيب اللي نفسه في الملعب فترات طويلة لا للكابتن محمود الخطيب الإداري ورئيس النادي الأسطوري للنادي الأهلي نفكركم بكلام الكابتن طرق دياب دي صورة دي صورة الكابتن طرق دياب في هذا التصريح المهم جدا وهو يتحدث عن الكابتن محمود الخطيب هو برضو صاحب الكرة الزهبية الوحيدة في تونس حتى لما تسمعوا دلوقتي هو وصل له بقى وزير الرياضة في تونس كان بيحوره زميلنا حمد الحسيني في قطر فبيسأله قال له الخطيب إنسان مش عادي وبيأكد لي دايما وأبدا إن القيمة في الأخلاق وده المعنى يا جماعة اللي احنا بمطالب الناس إنها تحفظ عليها قال بكل تأكيد صديقي العزيز محمود الخطيب رئيس النادي الآلي الذي تجمعني به علاقة وطيدة وصداقة كبيرة منذ أن كنا في الملعب لقد كان جيلنا من اللاعبين على قدر كبير من الاحترام المتبادل ودي الرسالة ودي الرسالة بص عنف وقوة المنافسة بين مصر و تونس وقتها لكن قال لك كان بيربطنا فعلا الاحترام المتبادل كعرب سواء في تونس أو مصر أو المغرب وراء أن الخطيب من أكثر أبناء جيلنا نجاحا في إدارة كرة القدم الخطيب إنسان مش عادي كرة وأخلاق ويكفي أن أقول لك أنه عندما كان لعبا في منتخب مصر كان الوحيد الذي نحاصره ونراقبه رقابة فردية لصيقة للحد من خطرته وبرغم ذلك سجل في مرمانة هدفا خياليا كله تعتقى طبعا أكيد كلكم فاكرين لم يكن محظوظا هو وجيله من اللاعبين الأفزاز فقد كانوا يستحقون اللعب في كأس العالم وأراه ناجحا جدا كرئيس للنادي الآلي صحيح أنه وجد صعوبات في بداية عهده لكنه استطاع التغلب على الصعوبات تدريجيا بما يملكه من خبرات كبيرة حيث استفاد من وجوده سابقا إلى جانب صالح سليم الذي أعتبره من أحسن رؤساء الأندية في الوطن العربي وأفريقيا على مر العصور وكذلك حسن حمدي ولأن الخطيب من عائلة الأهلي وصاحب شعبية جارفة فقد استطاع أن يعرف مشاكل أعضاء النادي ومطالبهم ويلب برغباتهم بصراحة هو الرجل المناسب في المكان المناسب والأهلي معه حاجة تانية فهو يحب ندي بإخلاص شديد لا تنقصه الشهرة أو المال فهو محبوب جدا ولديه ما يكفيه من المال لكنه وكما أراه يعشق الأهلي ويملك أفكارا رائعة لتطويره وأتمنى له كل التوفيق الله ده أنت بقى من اللي بيجمله الصورة بيجمله الصورة ده كأنه في رسالة وجهت شكل مباشر كفاكم تجميلا في صورة الخطيب هو أنت لما لما تيجي تستعرض إنجازات حد إذا كانت جيدة تبقى بتجمل صورته ولا لازم تهاجمه يعني نقول إيه نقول إيه على الذي تم في تطوير المنشآت في النادي الأهلي نقول إيه على الذي تم في اقتحام مشروعات جديدة لنادي الأهلي نقول إيه على التطوير في الفكر الإخصادي ويعني ضخ وسائل جديدة للاستثمار وغلب الأموال في النادي الأهلي تعظيم القيم التسويقية للنادي الأهلي يعني ده بلاش نتكلم فيه يعني وهو محتاج إن حد يعني إنت لما تيجي تقول في أي حاجة يعني بتيجي تقول التطور الذي تشهده مصر يقولك بتطبله حنطبل حنطبل لكل واحد بيشتغل صح بالظبط هو لما تيجي تقول المسألة مش طرق وشوارع في مصر لا ده بكل منحة من المناحي الملف الطب الملف التعليم الملف الإقصادي الملف الإنشائي العشوائيات الملف الحدود الملف الرابع ربنا بالمناسبة ربنا مع جنودنا الأبطال ومع قيادتنا الحكيمة ومع قيادتنا السياسية والعسكرية ربنا معاهم بجد جاءوا في وقته صعب جدا ولكنهم أدهوا دود بإذن الله يا رب احفظ مصر يا رب بإذن الله تعالى عشان كده كانت هذه اللفتة السريعة للحلو اللي بانت لبته ليه أصلي أصلي مش هو يعني مش حد الوحد لا أصلي ده بالذات اللي تكلم ده لب كتير أنا وإنت أنا وإنت بنحبه طبعا وعندنا ضعف له آه إنما القدر حطه هنا حطنا هنا اللب كتير يعني فهو يعني بزكاء بيلمس على حاجات ولسه الشركات يقول لك لا لا حدبان حدبان فيه كلام متقلش دلوقتي بما يعني إن فيه شيء غامض في الموضوع يا سيد منصور ده عقلية عبقرية اقتصادية ضخمة إيه اللي خليه يقبل آه أصلي فيه آه فخد بقلك إنت فإنت دلوقتي يعني يعني هوحني ما نتمناش الخير لإننا دلوقتي لإيه ما نقولش يا رب ينجحه هوحنا دايما إنت دايما هوحنا خلافاتنا دايما اتفاقاتنا دايما تبع ما نخلي الشيء اللي دايم علاقتنا بالنادي الآهلي أيوة انت مش أهلاوي مش انت يعني ياللي بتقول كده لكن في وقت كبير جدا كنت من أحد رجالات يعتمد عليهم داخل النادي الآهلي في الملف الإعلامي وعلى فكرة هو من أقل الإعلاميين اللي مش أهلاوية ضراوة بالنسبة لنادي الآهلي لكن هو يعني منتامي خلاص لحد ما بيقولش حاج حنذكره وإن كان تجميلا فالجميل مش محتاج تجميل الجميل مش محتاج تجميل والجميل اللي هو النادي الآهلي ورجاله مش محتاج طيب النادي الآهلي ورجاله النادي الآهلي كمان وهو بيسلك المسالك القانونية وطبيعية والمنضبطة لا حتسمعه ولا صوت ولا زعي ولا اجتيمة ولا تجاوز ولا اسمع ولا ما تسمعش ولا كل الأشكال والملامح اللي انتوا اعتدتوها في الوسط رياضي فترة طويلة. في الحفاظ على حول نادي لالي بيمشي بالشكل القانوني. وشفنا حتى في ملف عبدالله السعيد النادي لالي اتجه بقضيته لمركز التسوية وفض المنازعات واخد حكم باستحقاقه لتنين مليون دولار على اللاعب اللي فسق عارضه لانه طلع في لحظة قالوا ايه عايزين نوعد مع النادي الاهلي ونوصل لحل عادل. فلما سؤلوا الحل العادل يعني يعني نقدر نوصل لايه قال لأ نقول لهم يعني اقروا المادة دي عشان تقتنعوا انه هو مكتوب ان الفاسخة او الاعارة ان الاعارة او البيع وهو تفسح عاعده لا اعير ولا بيع طيب وبيلقح على الحكم مع ان التحكيم ده انك انت ده بيبقى قرار نهائي لانك انت ممثل فيه انت اختارت انك انت توافق على عرض القضية وهو ده الجهة الرياضية القانونية للحكم في الامور بتساني عايزة اقول لكل الناس اللي شايفه ان يقول لك اصليه هو لا ادباع ولا اعير ده فاسخ يعني انت مع التحايل على القانون هو لما تحط البند ده مش كان له هدف الحفاظ على حقوق النادي الاهلي فيما لو قرر اللاعب العودة الى الدوري المصري او انتقل الى نادي اخر فانت انتقلت الى نادي اخر حطيت حاجة عشان تقول اصلي ده مش ده مل التحايل يبقى عبارة عن ايه انت عايز التحايل هو الى ده يا سود يا رجل القانون عايز لعب زي عبدالله السعيد يقبل به وقتها احسن لعب في مصر ينتقل لنادي ايه جيانا الناس بتصناف يعني هل يعقل ان احسن لعب في مصر يبقى حر الانتقال يتفسق عاد ويبقى حر ده مش تحايل ومع هذا اخدوا بالكو مع القاعدة القانونية انه ما فيش تحقيب على احكام القضاء لانه هذا الامر قضية فيه وقضية فيه من مركز التسوية وفضل المنازعات اللي بيضم عدد من السادة القضاء الاجلاء الافاضل فبالتالي ما لناش حتى والحكم صدر للنادي الالي ان احنا نمتدح الحكم او نعلق عليه فقط هو حكم واجب النفاذ وجدير بالاحترام لا اكثر ولا اقل لا سؤال يا أستاذ إبراهيم اه لما اللاعب وقع على هذا الشرط مش كان فاهم ايه المقصود منه صحيح اه اه يعني حتى والامر قضية فيه لا ان المحكمة اقتنعت بهوية المناظر دي بالزبط ان المسألة مش مسألة المسألة مسألة ان انت في النهاية انتقلت ونفست شيء يستحق النادي على اتني المليون ولا ما كانش اتحاد بالزبط هو ده المسلك القانوني واحنا بالمناسبة في الناحية التانية واحنا الحلقة الماضية اتكلمنا كتير وبإسهب عن قضية اتحاد الكورة وعن العوار اللي حاصل وقلنا للصديق العزيز المهندس احمد مجاهد احنا من ديوان تمننا لك النجاح وقلنا ان انت كفاوة كادر كبير جدا عندك قدرات تقدر بإذن الله تنجح لكن ماها كذا تورد القبل مش بالشكل الفرد اللي بتتم به الامور وتغييب لعدد كبير من اللجان عملالك كل هذه المشاكل هي دي الفكرة انا لو عندي عدد من اللجان اللجان عدم وجود اللجان عدم وجود اللجان ايه اللي عامل المشاكل انت تقصد طول اطبعا تغييب اللجان ده او ممكن اللجان اللجان اللهم موجودة وعمل المشاكل يبقى فيه مرجعية انما لما انت لما بتتصدى بيبقى المشكلة ملهاش مرجعية انت انت الناس هتروح لمين انت اخر حاجة انت اول حاجة اول خط واخر خط طب وبعدين مش ممكن فبالتالي حتى لما النادي الاهلي اورد عدد من الملاحظات اللي فيها حقوق للنادي ارسل النادي الخطاب لاتحاد الكرة بيرد فيه على المبررات الاخيرة بشأن مشاركة بعض الناشئين الموقفين في مباراة الدور الممتاز وكذا عدم اقامة المباراة الفاصلة في نهاية تسعة وتسعين يوم ستة وعشرين ما وهو الموعد اللي كان حدده للاتحاد قال النادي في خطابه الغرض من العقوبة الرياضية ودي نقطة المهمة جدا لانه هتلاقوا ناس تقولك ايه يعني هو الاهلي ماسك اول على بطول تسعة وتسعين وعشان اولاد صغيرين لعبة او ملعبوش القضية مش كده بلاش الاستخفاف بمخاطر انحرافات في السلوك الرياضي اما يجي لك ناشئين صغيرين من نادي كبير نادي محترم وشقيق وبينه وبين النادي الاهلي مسيرة مشتركة من خدمة الرياضة في مصر يجم في النادي الاهلي يسيئوا للنادي الاهلي يسيئوا رموز النادي الاهلي يتطولوا بكل هذا الاسفاف ويلقوا الناس اللي بتدافع عنهم ولما النادي الاهلي يعترض على ان العقوبة الموقعة على هذا السلوك الانفلاتي عقوبة يتم التحايل عليها وإلغاءها وكأنه انا لما بشتكي على حق حصل لي تترتب عليه حقوق ادبية وقانونية لما تكلم عليها يتقال لك لا مهص طلاعي جيش الطرف المباشر ما اعترضش انا مليش علاقة ازا مالك لعب مع مين يعترض او لا يعترض ده امر يخص الطرف التاني لكن انا الشاكي وانا المجني علي وانا اللي اتعرضت لهذه الاساءات داخل النادي الاهلي بحق رموز النادي الاهلي وبالتالي صاحب الحق المباشر ادبيا وقانونيا ورياضيا هو النادي الاهلي لما يتم التغاضي والتغافل على العقوبة السريعا بهذا الشكل يبعت النادي الاهلي باشواندس يقول له الغرض من العقوبة الرياضية الانضباطية هو تقويم السلوك وردع التصرف الخارج عن مبادئ الرياضة وفقا لظروف المخالفة وقتها ومكان حدوثها دي نقطة مهمة وفي حال التغاضي عن ظروف المخالفة ومكان حدوثها فان الغرض من العقوبة يصبح هو العدم سواء ده اللي انا بقوله انت عقبت لاعب تود تدافع عن غلطه استفدت ايه يعني العقوبة تقريبا في طريقة الى التطبيق حنا بنكلم عن الأمام غسيبك من اللاعبة التانية والسلوك ما تخويمش ما حسش انه غلطان تدافعت عن غلطه وبررته لما واحد يشاور لك بالجزمة لما رئيس نادي يمسك الجزمة يشاور بيها للناس ولما واحد يمسك يشاور على الجزمة فتكدها ثقافة ثقافة الحزاء ماشي بقى من الناشئين والصغيرين 2003 ايه علاقة الجزمة بالتصرفات طب مين استفزوه طب انت كاسبان بطولة بتشارع الجزمة هي ثقافة هو خلاص وصله ان البطولة الحقية انك تكيد النادي الأهل وتكيد السواب والإساءة لا بالثقافة والإساءة واللي انت تعرفه انا برد عليك بايه بقى لعب بكسب بطولة بغلبك مش عارف ايه وقشكيك لما تسيء الي ليس عن ضعف لانه اسهل حاجة تعمل لي بالجزمة ااخد الجزمة دي اعمل منها مفردات واخد بالك اسهل حاجة اسهل حاجة لكن لما تيجي انت بتقول للناس هل يليق هذا هل دي مصلحة تربية الناشئ هل دي انتوا شايفينه في خدمة الرياضة في تنمية المواطن الصالح يا صدر القرار يا فرج الله ولذلك مهما كان رأي فيه رد فعل ممكن نقول مش قوي قوي ولكن مؤكد ان اللجنة الجديدة لما تقول اذا كان هذا حقيقي يعني خصم شهرين من اللعبة و13 من المدرب علشان الاشارة على الحزاء بيحتفل الصور بالبطولة بيشور على الجزء يعني ايه دي ايه الفخر انك هاي دي الصقافة خلاص الحزاء بقى ورمز الانتصارات عندك يعني كل ما تعمل حاجة تروح مشاور حاجة بدل ما الواحد يعمل كده يعني كان بيعمل حاجة صراحة يقول لك باللوقت يعمل كده انت استبدلت ايه 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 ده هو علامة التفوق والنبوغ انك بتشاور انك تشاور انت كسبت بطولة اطلع اعمل كده واخرح امسك ايد زمالك وعمل كده اعمل كده قول زمالك زمالك هو ده تعبير الفوز ان ما تشاور للمنافس انت بتشاور الميل عالجانب على فكرة انت بتشاور للسوشال ميديا ما هو انت اللاعب انشغل بايه دلوقتي بتحقيق اهداف كبرى ولا انه يعلم على الناس في السوشال ميديا وخشوا بقى في ديلمة ان الناس بتغيظ بعضها انا لانا موافق انا مش موافق على التحفيق من كل الاطراب لا من الاهلي ولا من الزمالك ولا من اي نادي تاني هو انت بتكسب عشان تغيظ اللي قدامك ولا عشان تحق لنفسك فخر ومجد وتقول انا اجتهدت وخدت نتيجة عمل هو ده القيمة الرياضية اللي بتاخدها من المجسب انا قادر على تحقيق الانتصارات لاني امله من الارادة ومن الامكانيات والجدية والانضباط والالتزام مقاومات الناصر مش عشان اتغرر بيها لكن انا لو تعاليت وعطى بقى اقول كلام وشارع لجزم انا يعني القرار يعني بداية لو بني عليه ان تتصلح لا ما تعملوش كده بالظبط لا يليق بنادي يا جهوانا ما يليقش والله نادي كبير زي نادي زي مالك يبقى لعبته لام كل ما تكسب تشارع الجزم او كل ما تداي تشارع الجزم مش سلوك ليكن لكن انا بتكلم على ما يخص النادي الاه هو النادي الاه يا جماعة لو تساهل وسكت وساب الأمور تعدي في التعامل مع عقوبة صدرت بشأن أولاد صغيرين أساءل الأهلي داخل النادي الاهلي بهذا الشكل طب نسأل سؤال تاني هي المنافسة بين الأهلي والزمالك كان في رئيتيم كبار في مصر هتتوقف عمرا ما هتوقف هتستمر في دور النشئيين وفي كل الألعاب ما نواجهشي ظاهرة بادية معناش بسلوك منضبط جدا ويبدأ لحسس الولاد الصغيرين أنه لما تروح نادي الزمالك وانت ناشئ في النادي الاهلي تروح تسيق للنادي الزمالك جوه نادي الزمالك وتسب وتشتم لا مش مقبولة ومش هيتسكتلك لأنه لو سكت مش بس المخاطر في السلوك لا دي ممكن تترتب عليها جرائم وكوارس تترتب عليها كوارس فأنت وانت بتاخد موقف متشدد تجاه سلوك منحرف جدا مع فئة عمرية مراقبة قبل أن هي تتحول إلى سلوكيات خطيرة جدا انت بتحفظ على النادي الاهلي زي ما بتحفظ على نادي الزمالك زي ما بتحفظ على السلوك العام الأضاءة مش فوراك صغيرين لعبوا ماتش ولا ملعبوش ما بقيتش لحظة انفعال دي بقت ثقافة انت بتكرر هتستضيف الزمالك وهتروح في ضيافة الزمالك طب وستاذ إبراهيم قبل ما نطلع فاصل لأنه معادينا نطلع فاصل كلمة ونص لو أنا بقى تلقفت هذا وردت عليه أنا كنادي أهلي بفرعي بيتعب ناشئين عملنا إيه إحنا الاتنين بوزنا قطاع الناشئين وبوزنا الرسالة الردية في مصر لأن أنت مش عارف أعمل أرد عليك إزاي لكن إحنا ما نعملش كده واللي حيعمل عندنا كده هيتحسب حساب شديد جدا مش علشان يعني ديع أنت مش قادر عليها علشان هذه ليست رسالتك أنت ليك رسالة أسمى من هذا فاصل وأنا أعتقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي منتمنى له التوفيق ما يرضوهش اللي حصل وأعتقد تعليماته كانت واضحة جدا وكابتن طريح مشرف قطاع الناشين في نادي الزمالك لما يطلع أنا معرفة تطلعك فاصل شمع نتب تطلعك من اللعباء اللي ارتكبت هذا السلوك المشين نتمنى أنه تكون بداية جادة لإصلاح سلوكيات منحرفة